الجامعة المغربية مش محتاج أدور لأنه حصل في 2018 مش محتاج أنه أدور تالي مين اللي عمل كده أنا متأكد أن محمود صابري اللي عمل كده مثلا يعني هي الفكرة يعني إيه الناس بقى اللي قعدة متفرغة لاستثمار تعكير الأجواء عشان أنا ما عندي حاجة أعملها إنت عندك لازم الوسط الرياضي ده يبقى متعكر وكله عجات بتخش هنخلص من اللي إحنا فيه ده بصراحة أنا نفسي أطلع أتكلم فني وأجي بحضرتك تكلمني في النواحي الصحفية نتكلم في حقائق نحن طول الوقت ما بنتكلمش غير على وخطط ياسير يا كابت النسلام عشان نكون واقعين ما تحكش أربع طبعا إدارة الندل اللي بتتبع الأسطوب القانوني في الحفاظ على حقوقها وأكيد هناك حالة من الرصد للأجواء الحالية والتجاوزات الوضحة واضح المبالغ فيها واضح هناك اتجاه مرسومه تكلمنا عليه قبل كده وقلنا هناك محاولة لشيطانة الأهلي بصورة أخرى وتشوي على قطو نعم ويصير هذا المخطط من الداخل ومساعدة آخرين موجودة بيعملهم في الصحف العربية في رياضة المصرية طبعا طبعا وبيجيدوا اللعب على هذا الوطر في ظل حالة من الإحباط الذاتي والداخلي والكبت البالغ بين الحقد الحقد ده هو ده رقم واحد يعني الحقد ده رقم واحد أنا مش عارف عملك عاوزة وقفك مش عارف وقفك ازاي فالملعب وقفك في الملعب ايو مش هوقفك في الملعب انت في الملعب خلاص خلاص بص انت في الملعب عملت ايه يعني مثلا ايه في ناس ما عرفش هل هم فعلا صحفيين ولا بينتم ولا مدعين ما عرفش التصرف يعني أصده محمد هاني يستحق الطرد هو ما خدش باله مثلا في لقطة القيمة من حسام عام الجيد كان هيكسر رجل حسين شحات طرد مباشر وبرده يفرر بنا يا سامحو ويبريكل عامل نفسه ما شافش يعني عاوزة وقفك ايه بيجي يلعب على حتة ايه على حتة اللي يتهمه ما خدش باله مثلا جيوله ده لتقولك ايه وسب الدين مين يا جماعة يقبل بالكلام ده والتجاوز ده لا حد يقبل يعني عاوزة وقفك ايه ما فيش حد عائل لكن انت المرحلة تصل الى الشيطانة والتزوير يا جماعة الامر كده هيصل انا بقول لكم من هذا الشحن المتكرر هيصل برضو الكالسا ما تقوليش هقدر سيطر مش هتعرف تسيطر لو فلتت الامور الامر كده احنا بندي مقدمات خلاص خلاص انا دولية قاعد هنتظر لك بقى ما انا كمان كوجمهور طرف تاني قاعد هنتظرك لما شوفها تعمل ايه في الايام اللي جاية خلاص في المسألة اترك الامور وتكبيرها وتضخيمها وادخال اطراف خارجية من الخارج وان انا حاول اصعد كل ده عشان نعمل مشكلة مش هتنجح في المسألة يعني عاوز اقول لك ايه لانه الاهل اسكى اسكى وادارته فاهمة واللي حوالينه فاهمين وعارفين ايه الهدف عاوز تحفر له وتزقني انا بقول لك مش هيحصل لانه انا خلاص عقبت وخدت قراري ورافض مش هتخلينا حيد ومش هتخلينا حيد عن الاخلاق والمبادئ والقيم اللي انا حضر مش عليها اللي انا حضر مش عليها من قبل تشمائي وسبعة وحتى الان لمجرد ان اللي هي مضايقات اللي هي مضايقات اللي هي مضايقات صحيح لمجرد ان انا اخش معاك في اخناق هانا بكلمك هون اللي حصل كمان نفتكره بسرعة اللي حصل ايام ماتش الهلال السوداني والاهلي عشرين 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 ده في عشرين 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 والمس والاخلي ايه محاولات برضو حتى تكريم رئيس نادي الهلال لا تكريم بعثة نادي الهلال تشجيع الإخوة في الهلال على أن هم يقاضوا النادي الأهلي وأن هم يلجأوا للفيفا وأن هم يعملوا نفس الشكل ده برده يبقى إذن هو أسلوب متبع لا يصلح معاه غير الناحية القانونية زي ما النادي الأهلي بيعمل اللي هو الإيقاف مواقف معينة ثانيا أن أنت تترك كل اللي عاوز يتكلم والإجراءات بتاخد مجراء يسيبنا إحنا نرد يسيبنا إحنا موجودين نرس لما حصلت وقعت اعتداء جمهير نادزة مالك على بأسة الترجي في استاد القاهرة وهم خارجين دولة خمينوا بماتش ودولة راحين نعملوا التبرين في حد من البرامج تالي علها الموضوع اللي بيدونا للقدوة والمثل يعني اللي هو الإعلام الموضوع يعني لا وقتها لما حصل الموضوع في حد من البرامج المعروفة القيوت يعني طلعت قناة النادي الأهلي عملت برامج وكسرت الدنيا وجابت ناس عادت تتكلم أنا بوريك يعني لا هل أنت طلع علام من أبو قالك والحق اللي أنا عاوز أقوله إذا كنت التفاكر إنك إنتما بتعمل لحاجات دي الأمور هتعدي عليك مش هتعدي عليك لأن الدنيا زي ما بقوله دوارة ماشي صحيح فأنت لو فكرت أنك هتتعدي من هنا هتقع هنا نحن للأسف هندفع وكوريتنا ورياضتنا هندفع من صمعتنا بلدنا أكبر من نصل إنه من نفس ما بين فريقين أو ثلاثة أو أربعة يصل بهذه المرحلة إلى هذا الحقد وتصيد الأخطاء وليه لو كل واحد فينا فكر مثلا في ندي يعني خليك في مشاكلك وإيه الهدف الأساسي إن أنا مادة دسمة بالنسبة لك على مدار أربع خمس يعني على مداري اليوم كله وقناتي على مداري اليوم كله نععد بس بتفرج يعني كله أهمي إن أنا بص على اللي أنت بتعمله طب ما بتكلمش عن نفس قبل ما بتكلم عليك الأمر في غاية الخطورة بأمانة شديدة وأنا شايف صمت والهيئة الوطنية اللي أعلم ولا كأنه حد يعني عبوزه ولك ولا حياته ولا حد سامح ولا حد شايف ولا حد واخد باله من الناس اللي عاوزت تدينا في المصر والقيم وهي أصلا في حد ذاتها رأس كل خطيئة بأمانة شديدة النادي الأهلي لابد في الفترة دي من أعزان وعينين فتحة جدا مركزة جدا فيه تركيز على الكلام اللي بتقال لازم من حاجة دي تعملها فيلات يعني عبوزه ولك لأن على فكرة لابد من أخذ الحيزة والحقذر بأمانة شديدة للمرحلة الجاية هناك أمر يرتب آه في أمر بيرتب المسلم الجاية بعمله شكل إزاي هعمل معك إيه خلاص انت خدت يعني عشرة من عشرة لأ سنجاة كفاياك كده حاوزين هنعمل معك الواجب هنعمل معك الواجب بطاريتنا شوف تشويه نفس الكلام نحن قلنا عليه فأنا بقولك إيه إلى متى تتوقف عملية الشيطانة للأهلي وتشويه هل عشان نجحته طيب هل أنت بتعاوز للأهلي يدفع فطورة نجاحه فضلا لن تتوقف لن تتوقف محاولات الشيطانة طول ما انت بتكسب وبتاخد البطولات عشان كده أنا بقولك لن تتوقف برافو عليك يا سيد محمولي يعني أنا بجاوب على السؤال يجب أن تواجهها بقى أنا بقول لأنها لن تتوقف برافو عليك يا سيد محمولي لن تتوقف لأن النادي الأهلي لن يتوقف عد الفوز عن البطولات بالضبط نظر يعني لن يتقنانيبسي بقول لحضرتك أطلع تحلقة نتكلم عن إحنا عندنا أخطاء أو سلبيات كذا 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 وحيتتعالج بالشكل الفلاني خلال الفترة الجاية وحنعمل كذا يعني مثلا من ضمن ما يقال وإحنا النهاردة هنتكلم في أمور مش ممكن من ضمن ما يقال يقول لك إيه أصلا هم جايبين إمام عشور علشان يكيدوا نادي الزمالك أولا ما سمعتش كده سمعتنا سمعت كده نبعا بنسمع أكتر من كده يعني لكن أنا لما تيجي تفكر في الصفقة دي من الناحية الفنية بعيدا عن أي حاجة بعيدا عن أي كلام إمام عشور جاي لاعب نادي ميتلند الدنماركي من حق كنادي أهلي أشتريه إن أنا أشتريه وأعرض لأنه المدير الفني عايزه لجنة الكرة عايزة أو لجنة التقديد عايزة وبالتالي هو مفيد للفريق اللي في هل كنا هنجيب إمام عشور لو حمدي فاتحي ممشيش مثلا لا طبعا برافو عليك هي دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها طيب لا توجد صفقات يا شباب لازم حضرات كتبوا عارفين هذا الأمر لا توجد صفقات للمكايدة مفيش حاجة اسمها صفقات للمكايدة هندفع ثلاثة منها عشان كيدك كام في صفقات بجيبها عشان أحسن فريقي شوف الفكر بقى اتفضل هو ده هو من إمتى يا كابتن إسلام على مدار التاريخ يعني من إمتى النادي الأهلي جاب صفقة مكايدة وبأي عقل هيتم ده يعني على رأيك كده هتدفع ثلاثة مليون دولار عشان أنا أدفع ثلاثة مليون دولار عشان أكيدك مثلا طيب هي الفكرة أنا دايما بشوف إن إذا كان هناك للزمالك أنا بقول هاو إذا كان للزمالك إسلام مثلا يعني فيه لعيف في النادي الأهلي جامد جدا وكل حاجة وحيمشي من النادي الأهلي ومن حق النادي الزمالك أنا ما تتفاوض معاه من حقك تتفاوض ما تتفاوض ما تاخده لو تعرف تاخده خده بالزبط لو عايزه وهو اللي يبجي لك اتفضل إمام ما عاد مش في الزمالك حاليا أنا باتكلم هنا أنا بروح للنقطة مباشرة ما بلفش ولا دور يعني نراح للنقطة مباشرة إيه المشكلة عايزين نوصل لهذه الثقافة يا أستاذ بحمود يا أستاذ جمال إن أنا راجل وخلص فاضل لي 6 شهور في عقدي أنا في شهر واحد من حق كل الأندية اللي في العالم تتفاوض معايا وأنا بلعب في النادي الزمالك أو في النادي الأهلي فمن حق كل الأندية اللي يتتفاوض معايا يتتفاوض